اشتركوا في القناة ولنبزأ مباشرة بدون اطالة الوضعية الاولى او الجزء الاول يقول واحد عرف المصطلحات التالية الاعلام وحرية التعبير ثانيا حدد الاهمية الثقافية والاجتماعية للإعلام الاهمية الثقافية والاجتماعية للإعلام الاهمية الثقافية اولا تعتبر التأثير الايجابي للإعلام على الثقافة او العلم عامة اما الاهمية الاجتماعية فالتأثير الايجابي للإعلام على المجتمع هذا هو الشرح ثالثا ما الفرق بين الإعلام الخارجي والإعلام الداخلي هنا من الإسن قد نفهم الفرق رابعا صنف في الجدول الموالي أنواع وسائل الإعلام والاتصال هنا لدينا مجموعة من أنواع الإعلام والاتصال سوف نصنفها أولا إلى وسائل إعلام سمعية بصرية أي وسائل إعلام نستطيع أن نسمعها وأيضا أن نراها وأيضا لدينا وسائل إعلام مكتوبة أي نستطيع أن نراها ووسائل إعلام مباشرة يعني المستمع والمتكلم يقومون بهذا الإعلام هذا أو المتكلم يقوم بإيصال المعلومة للمشاهد مباشرة يعني في هذا الوقت أو في هذا الوقت المحدد الآن نقرأ أنواع وسائل الإعلام والاتصال موجودة لدينا لدينا الصحف المذيع الكتاب الخطبة المجلات الندوات التلفاز الأنترنت والمؤتمرات الوضعية الإدماجية الوضعية الإدماجية نبدأ أولا بالسياق دار نقاش بين شخصين حول حرية التعبير حيث اتفق في تعريفها غير أنهما اختلفا في إبراز أهميتها فطلب منك المساعدة الآن عندك سج أشخاص دار بينهم نقاش تكلموا فيه على حرية التعبير هنا كانوا متفقين في تعريفها يعني التعريف حرية التعبير جابوه نفسه يعني تافقوا فيه غير أنهما اختلفا في إبراز أهميتها يعني اختلفوا في الأهمية أنت حرية التعبير فطلب منك المساعدة سندرق 1 تنتهي حرية الإنسان عندما تبدأ حرية الآخر أو الآخرين السندرق 2 تؤدي حرية التعبير إلى نشر المعارف بين الأشخاص إذا أحسن استعمالها يعني حرية التعبير سيكون عندها تأثير إيجابي إذا كانت في الآياد الصحيحة والتعليمة اعتمادا على السندين ومكتسباتك القبلية اكتب فقرة تحدثوا فيها عن ضوابط حرية التعبير وأهميتها قلنا ما هي الضوابط؟ هي الشرط الضوابط هي الشرط ضوابط حرية التعبير أي شرط حرية التعبير وأهميتها الأهمية أنتحها الإجابة الجزء الأول أعرف المصطلحات التالية الإعلام وحرية التعبير الإعلام هو نشر الأخبار والحقائق والآراء والأفكار والمعلومات بين الناس بمختلف الوسائل المتاحة هذا بالنسبة للإعلام الآن لدينا حرية التعبير حرية التعبير هي قدرة الشخص على التعبير بأية وسيلة عن آرائه وأفكاره وتلقيها وإذاعتها بكل حرية هي بأن الشخص يكون عنده حق أو قدرة على التعبير على الرأي تعو أو الفكرة تعو بأي وسيلة وأيضا تلقيها وإذاعتها بكل حرية لدينا ثانيا أهمية الإعلام ما هي الأهمية؟ الأهمية ببساطة هي التأثير الإيجابي هي ماذا؟ هي التأثير الإيجابي أي بكل بساطة التأثير الإيجابي أي الإيجابيات الآن قالنا أولا أهمية الإعلام ثقافيا ثقافيا فيما يخص الثقافة العلم عامة إذن أشياء الأهمية تعو أو التأثير الإيجابي تعو في ثقافة؟ أولا توعية المواطنين ثانيا التزود بالمعارف والمعلومات ثالثا عرض المواهب ورابعا الإشهار عندنا توعية المواطنين التزود بالمعارف والمعلومات عرض المواهب والإشهار الآن نروح الاجتماعيا با اجتماعيا الأهمية تعالإعلام قلنا ما هي الأهمية هي التأثير الإيجابي يعني ما هو التأثير الإيجابي اللي يقوم به الإعلام اجتماعيا معناها في المجتمع أولا تقوية العلاقات وسهولة التواصل التعبير عن الرأي ومتابعة أخبار العالم يقوي العلاقات ما بين الناس وسهل التواصل وخاصة إذا كان عن بعد والتعبير عن الآراء يعطي الناس الحرية للتعبير عن الرأي التاحم وهذا أكيد يكون بشروط وأيضا يخلنا أن نعرف الأخبار نتاع العالم أو الأحداث التي تحدث في العالم إذن عندنا تقوية العلاقات سهولة التواصل التعبير عن الرأي متابعة أخبار العالم ثالثا الفرق بين الإعلام الخارجي والإعلام الداخلي أولا الإعلام الخارجي هو مجموعة من البرامج الموجهة لثئات معينة من الجمهور خارج حدود الدولة بغرض تحقيق أهداف محددة ثانيا الإعلام الداخلي هو مجموعة من البرامج الموجهة للمواطنين داخل حدود الدولة من أجل تعديل أو تحويل موقف فكري أو سياسي أو حضاري عن طريق إعطاء صورة صحيحة عن مبادئ الدولة ومواقفها الآن الإعلام الخارجي والداخلي يعني في زوج هما ما هموا مش هما هو مجموعة من البرامج الموجهة البرامج الموجهة كنقول موجهة موجهة لمن؟ كنقوله برنامج أو برامج 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 المفرد داخل هو برنامج برامج المفرد داخل هو برنامج مثلا قلوا أي برنامج تليفزيوني تفرجوه مجموعة من الناس الآن كي قلنا يتفرجوه مجموعة من الناس هذه الإجابة من دعنا هذا هو المعنى تعلم موجهة الآن رغم أنهم يختلفوا على بعضهم ولكنهم للزوج عبارة عن برامج والزوج يكونوا موجهين لفئة محددة من الجمهور الإعلام الخارجي الفئة اللي يتفرجوا الأكثر أو الهدف منه هو أنه يتفرجوا الجمهور خارج حدود الدولة خارج حدود الدولة يعني خارج هذه الدولة يعني إحنا مثلا نعيشه في الجزائر فكنقولوا إعلام خارجي معناها إعلام يروح الفئات معينة من الجمهور اللي هما خارج حدود الدولة مثلا الدول الأخرى عنامتها ثانيا الإعلام الداخلي عندنا الإعلام الداخلي أيضا يستهدف مجموعة من الجمهور وهذا الجمهور من هو هم المواطنين داخل حدود الدولة الإعلام الخارجي هو مجموعة من البرامج الآن عامت يعني الإعلام الخارجي والداخلي هما مجموعة من البرامج تستهدف جمهور معين في الإعلام الخارجي يستهدف جمهور خارج الدولة في الإعلام الداخلي يستهدف جمهور داخل حدود الدولة يعني في الدولة وكل واحد منهم بغرص تحقيق أهداف محددة الإعلام الخارجي عنده هدف بغي يحققه والإعلام الداخلي عنده هدف إحنا عدنا الإعلام الداخلي وش هو الهدف منه؟ الهدف منه هو التعديل أو تعديل وتحويل موقف فكري يعني أو فكرة أو سياسي أو حضاري عن طريق إعطاء صورة صحيحة عن مبادئ الدولة ومواقفها الآن رابعاً رح نصنفوا هذه الأنواع وسائل الإعلام والاتصال إلى وسائل سواء إعلام سمعية بصرية وسائل إعلام مكتوبة أو وسائل إعلام مباشرة لدينا أولاً الصحف أكيد مكتوبة يعني هي عبارة عن صحيفة مكتوبة المذياع هنا نعتبره سمعي بصري هنا مذياع هنا وصيلة إعلام سمعية بصرية هناك نقوله سمعية بصرية مش شرط أن نسمعوها ونشوفوها يعني مش شرط للزوج لا نقدر فقط نسمعوها أو فقط نشوفوها عاماً إذن عندنا وسائل الإعلام السمعية البصرية عندنا المذياع ثالثاً عندنا الكتاب الكتب مكتوبة يعني عاماً وسائل إعلام مكتوبة الخطبة تكون مباشرة يعني مثلاً خطبة يوم الجمعة نشوفو الإمام والمصلين الإمام راهو يهضر مباشرةً مع المصلين عليها نقولوها وسائل إعلام مباشرة الآن المجلات أيضاً نعتبرها وسائل إعلام مكتوبة عندنا الندوات وسائل إعلام مباشرة التلفاز وسيلة إعلام سمعية بصرية نقدر نسمعها ونقدر نشوفها الأنترنت أيضاً وسيلة إعلام سمعية بصرية أما المؤتمرات فهي وسيلة إعلام مباشرة الوضعية الإدماجية حرية التعبير أولاً بدأ بالمقدمة حرية التعبير هي أن يستطيع كل إنسان التعبير عن آرائه وأفكاره للناس بشخصه يعني بنفسها أو بوسائله أو بوسائل مثلاً وسائل الإعلام أو بوسائل النشر أي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كالفيسبوك أو التويتر فما هي ضوابط حرية التعبير وفيما تكمن أهميتها في حياتنا في المقدمة أول حاجة درناها هي عرفنا حرية التعبير ثاني حاجة هي طرحنا الإشكالية ما هي الإشكالية؟ هي عبارة عن سؤال نقوم بالطرحه في نهاية المقدمة ونجيب عنه في العرض إذن هنا ترح نزوج أسئلة يعني نحن نتكلم في العرض على زوج مواضح أولاً عندنا ضوابط حرية التعبير قلنا فما هي ضوابط حرية التعبير أي ما هي شروط حرية التعبير وفيما تكمن أهميتها في حياتنا يعني الشروط داع حرية التعبير والأهمية داع حرية التعبير نقرأ الآن العرض في العرض نجاوبه فيه على هذه الأسئلة من بين ضوابط حرية التعبير احترام الدستور وقانون الجمهورية وعدم إفشاء خصوصية الناس والمساس بسمعاتهم مها احترام هوية المجتمع وثقافتها وكذلك احترام الرأي المخالف والالتزام بآداب الحوار وتكمن أهمية حرية التعبير في أنها تنمي روح الأخوة والمحبة والتواصل بين أفراد المجتمع فهي تعد جزءاً لا يتجزأ من كرامة كل إنسان في العرض تكلمنا على أولاً شروط تحرية التعبير وبعد تكلمنا على الأهمية تحرية التعبير يعني بالترتيب وفي الأخير النهاية أو الخاتمة عامة رح نحط فيها عبارة عن نصيحة أو استنتاج وفي الأخير نرى بأن حرية التعبير حق مشروع لكل شخص يحترم شروطها وضوابطها حكمة اليوم سر السعادة هو تقبل أن العالم بشع سر السعادة هو تقبل أن العالم بشع